رمضان صبحي غلطت غلطة حتى الان مجلس ادارة النادي الاهلي مش قادر يسامح رمضان صبحي عليها خصوصا ان رمضان صبحي واخد بنت كابتن النادي الاهلي الكابتن اكرامي ولكن طبعا شريف اكرامي لعب في دماغه وقال له ده مستقبلك والفلوس وتعالى والحكاية وهتعمل طموح جديد وتاريخ جديد الاهلي ممش هيقف عليك طبعا رمضان صبحي سدق الكلام ده وراح برامدز والكابتن محمود الخطيب طبعا زي ما احنا عارفين طلع مع عمر اديب قال له انا مش زعلان منه قال له انا زعلان عليه لانه هيعرف توابع القرار ده بعد كده الكابتن محمود الخطيب كان عنده حق في كل كلمة ان اللي يسيد النادي الاهلي لازم يبقى عارف هو بيتصرف ازاي وبيعمل ازاي علشان مايرجعش يندم بعد كده كلام كبير جدا في حلقتنا هنتكلم فيه عن رمضان صبحي وعودته من جديد للنادي الاهلي يعني الحقيقة من عدمها لكن في البداية صديقي ما تنساش افضل حاجة هنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الواحد الاحد بسم الله الفرد الصمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم عشاء كرة بس في كل مكان اهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين انتم وكل احبابكم اجمعين طبعا هقول لك نبزة كده عن عودة رمضان صبحي من جديد الى النادي الاهلي رغم انه لم يتم تأكيد الامر رسميا حتى الان ولكن الامر مطروح على مجلس ادارة النادي الاهلي وفيه ملاقشات كبيرة جدا وفيه تدخلات كبيرة جدا من يعني مسؤولين كبار من اجل عودة رمضان صبحي من جديد وطلب ان هو يمكن يعمل فيديو اعتذار على السوشال ميديا وعلى قناة النادي الاهلي يعتذر فيه لجماهير النادي الاهلي وانا عارف ان يعني 3-4 جماهير النادي الاهلي انا عارف انها مؤيدة لعودة رمضان صبحي من جديد والمسامح كريم هناك تقارير كبيرة جدا وتقارير صحفية بتشير الى رغبة رمضان صبحي في العودة من جديد الى النادي الاهلي طبعا بعد تدهور مستواه وتدهور حالته في بيرامدز طبعا النادي الاستثماري اللي تم تصميمه رسميا لمنافسة النادي الاهلي وهو مش عارف ان النادي الاهلي مفيش حد ينفسه اللاعب الذي انضم الى بيرامدز قبل اربعة سنوات تقريبا او خمس سنوات رمضان صبحي بقاله اربع سنين او خمس سنين في بيرامدز لم يحصل على بطولة واحدة طبعا يصير حالة من الجبل حول مستقبل الفترة اللي جاية وفي ظل هذه التكهنات طبعا عارفين ان رمضان صبحي جدد مسنين جديدتين مع بيرامدز ولكن لم يتم تفعيل العقبة حتى الان في انتظار رد النادي الاهلي طيب الكابتن اكرامي حامى رمضان صبحي ونجم النادي الاهلي السابق ووالد زوجة رمضان صبحي اكد ان نائب سعيد جدا بالفكرة المطروحة بعودته من جديد للنادي الاهلي والى بيته ويشعر بالراحة في الوقت الحالي في ظل تفكير مجلس ادارة النادي الاهلي السماح لرمضان والعودة من جديد على الرغم من ذلك يبدو ان عودة رمضان صبحي للاهلي قد تكون امرا صعبا وليس مستحيلا خاصة بعد رحيله من النادي الاهلي بطريقة غير مرضية بطريقة غير مرضية يبقى الجدل مستمر حول مستقبل هذا اللاعب الموهوب طيب يعني انا اتركب الاخبار الرسمية لمعرفة ما اذا كان رمضان صبحي سيعود الى النادي الاهلي من جديد الذي نشأ في صفوفه وازبت نفسه كاحد ابرز اللاعبين في مصر كاحد افضل اللاعبين في مصر طيب ما حقيقة عودة رمضان صبحي للنادي الاهلي تمام هقول لحضراتكم طيب تربطت انباء بشأن رغبة رمضان صبحي لأب برامدز في العودة من جديد الى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ورغم عدم وجود ما يشير الى نيته للرحيل عن برامدز الى اما تقارير اعلامية مصرية كشفت رغبة رمضان صبحي في العودة للاهلي والاعتذار بفيديو رسمي للنادي بعدما رحل عنه قبل اربعة سنوات او خمس سنوات وسط حالة من الجدل ما حقيقة عودة رمضان وفي ظل التكهنات المصارح حول مصيره كابتن اكرامي زي ما قلنا لحضراتكم كشف الكلام ده كله وقال رمضان مش هيرجع النادي الاهلي طيب عايز اقولك كمان ان رمضان صبحي رمضان صبحي اسمه تصدر التريند جناخ عيسى فريق برامدز المشهد في الاوساط القراوية تصدر المشهد الاوساط القراوية المصرية خلال الايام القليلة الماضية بعدما ارتبط اسمه من جديد من جديد بالعودة للنادي الاهلي فريقه الصادق اصبحت مسألة عودة رمضان صبحي للاهلي مصار جبل واسع بين جماهير الاهلي التي تتساءل عن حقيقة هذه الانباء وترصب ايرما نيوز موقع ايرما نيوز في التقارير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بملف عودة رمضان صبحي للاهلي اكرامي يطلق الشرارة كابتن اتراء اكرامي حارس مرمى الاهلي اطلق الشرارة بعدما اكد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة مبسي مصر ان رمضان صبحي يرحب بالعودة للنادي الاهلي مجددا واصارت تصريحات اكرامي جبلا كبيرا خاصة في ظل انباء عن رغبة نادي الزمالك في ضم رمضان صبحي لتعويض رحيل المغربي اشرف بن شرقي ويسعى الاهلي ايضا لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في مركز الجناح الهجومي في الموسم الجديد ويبقى السؤال ما هي حقيقة المفاوضات هل تفاوض الاهلي رسميا لعودة رمضان صبحي مرة اخرى البعض توقع وجود مفاوضات مع طرح الاعلامي احمد شبير المقرب من ادارة النادي الاهلي استطلاعا جماهيريا بشأن امكانية عودة رمضان صبحي للقلع الحمراء واكتفى امير توفيه وقال مدير التعاقدات بالنادي الاهلي بتصريحات مقتضبة لإيرمانيوز قائلا انه لا توجد اي مفاوضات حاليا لعودة رمضان صبحي مرة اخرى للنادي الاهلي وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميز لإيرمانيوز ان رمضان صبحي لم يحصل على اي عروض رسمية حتى الان لمغادرات الفريق وقال ان رمضان من اللاعبين الاساسيين والاعمدة الرئيسية في فريق بيراميز ولا توجد نية للتفريط في خدماته وترددت اقاويل بان رجل الاعمال ياسين منصور رئيس شركة الكرة السابق كان يرغب في اعادة رمضان للاهلي مرة اخرى ولكن الامر لم يكتمل بعد رحيل ياسين منصور يرى الكثير ان الاهلي بحاجة لعودة رمضان صبحي لتدعيم الجانب الهجومي خاصة ان اللاعب صاحب الخمسة وعشرين عام يعد من ابرز لاعب الدوري المصري في مركز الجناح وطلب الكابتن حسام حسن في وقت سابق المدير الفني الفريق المصري البورسعيدي في وقت سابق عبر قناة مبسين مصر بعودة رمضان صبحي للاهلي لانه احد ابناء القلع الحمراء مؤكدا ان رحيله عن الاهلي كان خطأ كبير كان خطأ كبير الكابتن مهر همام قيد النجم الاهلي السابق قال ان رمضان صبحي من الناحية الفنية لاعب مميز يحتاج اي فريق جماهيري في مصر واوضح ان الاهلي من الناحية الفنية لا يعني سهولة عودة رمضان للاهلي مجدلا فطريقة رحيله عن الفريق ليست مرضية لادارة او الجماهير الرفض الجماهيري تواجه عودة رمضان صبحي للاهلي مرة اخرى رفضا جماهيريا بسبب رحيله الى براملز في سيف 2019 بعد نهاية اعارته للاهلي من هيدرس فيلد تاون الانجليزي وقال مصدر بالاهلي لإرما نيوز ان مسألة عودة رمضان صبحي للاهلي لم تكن سهلة على اطلاق خاصة ان اللاعب رخل عن الفريق واختار الانضمام الى براملز وقال كمان ان رمضان استفز مشاعر جماهير الاهلي سواء بتصريحاته بعد انتقاله او حتى اشارات الصمت التي وجهها خلال تقديمه مع براملز ده بالنسبة لقصة رمضان صبحي ويعودته من جديد ومن عدمها للنادي الاهلي شكرا يا صديقي كل اللي نطلب من حضرتك اتمنى ان الحلقة تكون عجبتك وتدعمنا بلايك وشير للفيديو واذا مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الحلقة للنهاية استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته